السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكو حبابي حتى قلنا نحل شوية امتحان كده للصف الاول الاستنوي هناخد درس درس ونحل عليه الامتحان وشان نعرف نحل الامتحان ازاي اول حاجة عندك المفوض ان احنا عندنا بيكون في قطعتين في الامتحان اول حاجة هنقل على الدكيمان اللي عندنا الاول ونفهمه كويس واحدة واحدة خلاص دكيمان يعني نص عليه اسئلة ده اسمه دكيمان هي دي اهي وشوزي البانجوغل هنختار بالي جاب الصحيحة بعد ما نقرأ اللي عنده طيب بيقول لي ايه اشوف الاول خد بالك عندك عنوان ركز في العنوان سير لشات يعني انا عاي بعمل ايه بعمل شات اومر بيتكلم بيقول ساليو هاي جو مابل اومر احمد جي ساز ان اتوا وانت سأل الشخص اللي بعضه اللي بعضي ماريو موا سي ماريون وانا ماريون طيب هنا قال له جي ساز ان عندي ستتاشر سنة جابت اى باري وساكن في باري وانت بيسألو بقى انت ساكن فيه فا اومر قال له موا جابت اى كنا جميل طيب انشانتي ماريو كلمة انشانتي يعني تشرفنا تشرفنا ماريو رد عليه وقال له انشانتي اومر نبدأ نحل اول سؤال انا كده خلاص فهمت القطعة هاي حبدأ بقى احل ايه سؤال سؤال بيكون عندها لكل قطعة اربع اسئلة سؤال ديالوج الديالوج اللي قدامك ده ديالوج يعني حوار وده اول مو من انواع الدكيمول الموجودة عندنا ديالوج ده بيقولك ايه بيكون ايه بيكون ايه او كلب في النادي ولا سيغل شات ولا ان كلاس ولا او تليفان هي جاية من العلوان بتاع يبقى اول ايه سيغل شات طيب ابيت ان فرنس او مين رساكين في فرنس او فرنسا اجا شوف مين انا فتكلمين اللي اقل هاي جابيت اه باري يبقى مين كان ماريون نقاط امر انا مش فاهم ايه ماريون جايب للاسمين يعني هاعمل ايه نرى الاختيارات غير مخسي ايه يعني شكر ولا سالي يعني يحيي ولا بريزانت يقدم ولا ابيت افاك يسكن معا يسكن معا هو عمل ايه قال له ايه في الاول ماريون طيب ماريون هنا قال له ايه يبقى ماريون هنا كان بحيي صليل طيب ماريون اه ماريون عنده كام او يعني كام عمر سنوات سنوات السنين بتاعته ايه ها 50 او 50 او 60 او 15 او 15 او 11 او 11 كان ماريون عندنا عنده ايه ساز او 16 سنة ولكن تكونوا حافظ الارقام بالشفر وباللاتر بالشفر يعني بالارقام واللاتر يعني بالحروف عشان ما تطلق باش طب تعالوا نشوفي الدوكيمون التاني الدوكيمون التاني بيقول ايه بيقول عيدل كي ياس يعني مين هو كي ياس يعني مين هو مين ده قال له عيدل هو الرد عليه برضو قال له سي احمد سي احمد ان كوبان دي باسكت كوبان دي باسكت كوبان دي باسكت كم توى يعني مثلك ونركز الاول بقى في الجزء ده انشانتي تشرفنا باي هنا بيقولك احمد ايه هو احمد كان ايه احمد لا يتكلم على مين؟ اللي يتكلم عيدل ورومي اركز بيه كويس جدا يبقى يتكلم على الشخص اللي كان بيسأل عنه احمد ان كوبان دي باسكت كوبان دي باسكت لمين؟ لعيدل يبقى نقول هنا ايه؟ ان كوبان دي باسكت جميل اللي بعدها عيدل بريزانت هو عيدل كان بيقدم مين؟ كان بيقدم انكوبينة رفيقا وكان بيقدم غامي كيف أقدم السيزامي أصحابه؟ أو أنكو بانجي باسكت رفيقه في الباسكت؟ يبقى رفيقه في الباسكت أحمد أم؟ يحب يحب أحمد أم؟ أحمد محب محب؟ فولي؟ أو تنس؟ أو باسكت؟ أو الفوتبول؟ إحنا تكرمنا فوق على الباسكت يبقى الباسكت أخر سؤال عندي في التاكست أو في الدكتلوجه اللي موجود ده يقول عادل كام أو؟ هو عدل عنده كام سنة هو عدل عنده كام سنة ها قولنا عنده ايه ها كمو سافا كانزا 15 سنة زي ما انا قلت لك اتكذوا في حتة دي كاموة مثلي زي دي بقى مهمة او ان انت قلت دهل في القطعة تلاقي لابسك بتتكلم على احمد احمد قال لي عنده 15 سنة و انا مش عارف عدل عنده كام سنة هو قال لي كاموة يعني زي بالظبط يبقى كانزا 15 سنة ننجي للسؤال التاني السؤال التاني بيكون المواقف احنا بيجنى المواقف حتى الان المواقف عندنا كذلك بيكون اربع مواقف وبنختار من كل مواقف اتنين من كل مواقف اتنين خلاص ايه تختار اجابة واحدة نشوف المواقف الاولاني عشان ايه نحلوا مع بعض طيب بيقولك شخص شخص ما مش انت تدماندي بيسألك كلمة تدى بتكون عايدة على حضرتك تدماندي بيسألك انت على طنن على اسمك كاسك تدى ودي بقى النقطة اللي بتخليني اعرف اجاوب السؤال او معرفش اجاوب السؤال اول حاجة الشخص اللي بيتكلم انت ولا مش انت لو انا عندي هنا تي يعني انت ساعتها يبقى انا بقول انا اللي بسأل او انا اللي بتكلم هنا شخص تاني مش انت يبقى الشخص ده سألني سؤال او طلب مني طلب هاعرف ايه هو السؤال والطلب وركز على اخر نقطة في السؤال لو قال لي تي دي انت بتقول والشخص اللي هنا مختلف مش انا يبقى هنا عايز مني الطلب او السؤال اللي هو قاله طيب لو انت هنا تي و هنا تي بحضرتك اللي هتبدأ تسأل او تطلب الطلب اللي مطلوب منك بيشوف السؤال بيقول ايه شخص تي ديموند بيسألك عن طن و عن اسمك كاسك تي دي لما جاوب على حد انا هقول له ايه هينفع اقول له السابل هو اسمه لا خالص هينفع اقول له جي كانزان عندي خمستاشر سنة لا خالص هينفع اقول سي عادي دا عادي صديقي اين كمارات زميل لا ماينفعش مواسع علي مواسع علي دي تنفع معي مش عشان انا بقول موا يعني انا بكون علي جي مابل انا اسمي احمد ايوا انا اسمي احمد دي تنفع معي طيب السؤال التاني في الاول بقول تي ديموند انت سألته او طلبته في الاخر بقول تي يبقى هنا طالب من حضرتك سؤال او طلب حضرتك اللي هتقوله او حضرتك اللي هتعمله يبقى هقول ايه انا بكلم المدرس بتاعي او بسأل المدرس بتاعي على اسمه يبقى لازم اكون في صيغة احترام واتفقنا نصيغة الاحترام معناها يعني بكلمك بحضرتك للاحترام تمام فهقول ايه هنا هقول لكمان هو اسم حضرتك ايه ايوه صح دي انا هختارها هينفع اقول له هو اسم ايه لا خالص ما ينفعش هو حضرتك اسمه ايوه دي تنفع معي يبقى كده انا اختارتي اجابتين وهقول تاني ايوه اختار اجابة واحدة السؤال البعض بقولك اه يعني انت عندنا هنا حالة استئزان او وداع هودع حد هقول له مع السلامك فاكت تي بران كونجي بودع حد تنامين صديقك هتقول ايه وانت بتودع صديق لك هو بيقول صديق ولا صديقه ولا اصدقاء يعني مفرد ولا جامع دي مؤنس ولا مذكر فانا عندي ايه هنا دي مذكر يبقى هقول له بونجور مونمين ازاك يا صديقي لا خالص هقول له اوغوفواغ مع السلامة احنا قلنا اوغوفواغ ايوه تنفع اوغوفواغ مع السلامة هقول له مرسي شكرا لا مش هقول له شكرا هو طالب مين انا ودعه هقول له ساليو مي كوبا يعني هاي اصدقاء حد قوله كما ساليو تنفع عشان احنا قلنا ساليو ممكن ايه وداع في نفس الوقت هقول لك لا هنا بعد دي هقول لك ايه قال لك مي كوبا رفقائي واحنا بنكلم واحد بس زميل طيب هنقول اا بلوس ايوه هنقول اا بلوس نكمل بقية الاسئلة اخر موقف معي وبعد كده ندخل على السؤال بتاع الجرامار تنامي هو مش انت الحمدلله صديقك تنامي تو دو موند صديقك بيسألك على تاكولور بغي في غي على لونك المفضل لونك ايه المفضل كاسكي تشدي هتقول ايه انت اللي هتقول من اللي سأل هو اللي سأل من اللي هيرد انت طيب هقول له هي الالوان بتكون جميلة فين اللون انا مفضله هنا هقول له عندي 14 سنة هقول له ايوه هقول له انا بحب اللون الاخضر هقول له ايوه انا بحب اللون البني او بفضل اللون البني نيجي السؤال الجرامار هنا ونبدأ بقى ايه نركز شوية عشان لو فيه قعدة احنا مش عارفنا هنشرحها بسرعة على طول اي حاجة مش عارفها اي قعدة مختلفة بالنسبة لك او مش قادرة تفهمها ممكن تسأل في الكومنتات وانا هرد عليك على طول اول حاجة خالص بيقول لي نقاط امي فرانسي هايز نختار ان ولا اون ولا دي ولا لا مبدئيا كده احنا اتفعنا مع بعض ان انا اشوف الكلمة اللي هتكلم عنها دي مذكر ولا مؤنس امي دي مذكر ولا مؤنس مذكر مدام مش اخيرها اه تبقى مذكر قريبا انا هاختار ان طيب ما سير اختي نادا هنا عايزنا تصريف مني تصريف ماذا اختيار احنا قلنا عليه قبل كده في الشرح الا هو كان جميبا تتابل ايل وال سابل نو نو زابلان فو زابل ايل وال سابل طيب عندما هنا بقول ما سير قال لي احد ايه 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 ايه؟ ما خدنهاش دي مش ولا جو ولا تيه ولا ال ولا ال ولا ايه؟ اقول لك افتكر يا ابني معي الله يبارك لك احنا قلنا ان اي اسم مفرد ماشي لو هو مذكر هيساوي ال لو هو مؤنس هيساوي ال واللي اتنين عندي في تصريف الفعل بيبقى تصريفهم واحد يبقى ساعتها مصير دي اختي هي في دماغي كده هي واتنور على طول دماغك كده يبقى هي ايه يبقى هقول ال ايه؟ ال سابل اللي بعديها علي نقط ساز ان ستاشر سنة ابص بالله حد يقول لي علي بيكون ستاشر سنة هقولك يا ابن يزبر يا حبيبو شوحنا قلنا العمر بيجي مع فر بقى فوار يبقى دي مش صح يبقى هقول هنا ايه علي عنده ستاشر سنة مش اقول علي بيكون ستاشر كمون سابل وحطت لي تيه هنا مش فهم دي مقاعم الاعراب ايه وانا مش عارف اصرف الفرب واختار بقى اي حاجة حطها ايه ده بس كده وانت بتحل بالروح اتدي عشان بيبقى في حرفين متحركين بيجوا وارا بعض فبتتحط انت اللي يخصتك لما يجي لك سؤال وطالب منك ضمير او طالب منك فرب اشوف الضمير او الفرب اللي موجود عندي ادي الفرب اهو سابل ايه ده بيجي مع ايه بيجي مع تيه ولا جه ولا ايل افك اس ولا ايل مفرد بس كده ابص لنهايته اه اخرها ايه كمان يبقى هي مع ال ايل الموضوع بسيط انت اللي تتوتر وبتلغبط نفسك وانت بتحل وبتقزم الامور زيادة عن اللزوم السؤال الى بعض ما stripped بيجي هي اس اابوستروف اه ايه اس ابوستروف ايه ايه سي ابوستروف انا غلط السؤال الى بعضér سي ابوستروف اس يا ابوستروف دي اسويه تعالا احنا مش كنا بنقول حاجة اسمدة هذا يكون او هذه تكون ماشي سي دي قلنا هذا يكون او هذه تكون والجامعة بتاعها اسمه سينسان كل اللي حصل في السؤال ان هو جاب لك الاس أبوستروف من غير ما يجب لك بقية الفرب بتاع يبقى هنختار ايه هنا من غير ما فكر اهو خليك ذاكي كده مع السؤال السؤال البعض بقول لك سي ايه ده ايه سي ده هامل بي ايه كذلك هقول لسي تنفعش كي سي او تنفع طب ليه كي سي تنفع عشان احنا قلنا ان فيه سؤال اسمه من هذا مين ده وهنا ليه طلق الطرق ايه هي يا اما هقول كي ياس يا اما هقول سي كي يا اما هقول كي سي كده او كده صح هقول لهم معناهم من هذا مين ده يبقى ده اسمه كي سي جميل طيب نقاط كمان او تو مع فربي سابولين خلاص كال اج او جريف الامتحان هي اصلا مش شايفة ال ا دي اساسا ال ا دي حبيه تصريف ذرب افوار مع ال ال وال ال يبقى لما اجي اختار اختار ال وال مفرد يبقى انا اختار ال ال ولازم نذكر الفربيات كويس جدا نكمل قد الامتحان بتاعنا اضحل ما فيش افتسوان الاميل والبارجراف او الاميل والسجو بتاعنا الاميل عندي بيقولي respond او مال سويفان يعني نجاوب على الاميل اللي موجود عندك باختروا فراص بثلاث جمل كاملين يعني متجاوبش اي حاجة متحلش ايه اه اه اختصر وعدي بسرعة ولا نجاوب صح وكده ومية مية ماشي لا هجاوب بالروح ابص على الاسئلة بيقول لك ساليو ارد علي اقول له ايه ساليو تمام كمون سا فا ادي اول حاجة احنا قلناه اول سؤال عندي كمون سا فا احنا واخدي كمون سا فا سا فا جميل عايز تكتب سا فا بيان مرسي ماشي عايز تكتب سا فا بس وتحط نقطة بعضيها برضو ماشي بيسألك بعد كمون كال ااج اه قلنا كال دي معناها ما او اي ما او اي كال ااج اللي هو العمر اه بصي وصي الاجابة في السؤال اصلا اه تان كوبان دي كلاس زميلك في الكلاس بيسألني على عمر رفيقي في الكلاس السؤال فيه تان يبقى هاجاوب بمان طيب ايه اللي بعد ما كوبان احطها جنبيها ودايما السؤال او في الاغلبية العظمى في الجزء ده بيكون عامل الفيرب الاول وبعد كده السيجي فلما تيجي تحل هتجيبي السيجي الاول اللي هو الفاعل تحطه الاول وبعد كده تحط الفيرب اه يبقى مان كوبان اه عنده عايز بقى العمر هقول كم مثلا نقول مثلا كنز خمستاشر كنز اوعى تنسى الان عشان الان دي اللي هي السنوات اللي هي النهاية بتاعت الايه السؤال طيب بعد كده بيسألك كالكولير الام هو بيحب انهي لون هلوبت عليه زي ما هو كاتب كاتب فوق ال الام بيحب اهو بيحب ايه بقى اي لون بس اوعى تنسى احنا قلنا اللون نحط قابلي ايه ايوه نحط قابلي لون فيه ناس مسح صحة معي هاي بيحب اللون الاسوي صلا؟ ادي اني جاوبت على الاميل بثلاث جمل كاملين سيجي وفربي وكمبليمان نشوف بعد كده قدم نفسك قدم ايه نفسك ده سيجي بتاعي واستخدم الاليمان اللي هي العناصر اللي موجودة عندك هنا يعني هنقول الاسم هنقول الاج هنقول اللون المفضل بس ايه بلاش انت تقوم جاي ايه مجاوب لي على ثلاث نقط دول وتقف وتقول لي ما الموضوع خلص يعني زود حاجة اكتب حاجة زيادة احنا مطلوب مننا من 15 ل 20 كلمة ممكن تكتب لي دول ما يكملوش ما يكملوش 12 كلمة يبقى ساعتها نعمل ايه يبقى بص معي بقى زمت توقع هقدم نفسي الاول يبقى انا هقول مثلا موا انا وعمل الزرجل كده وبعدين اقوم ايه جمابل انا اسمي مثلا غيهام جميل وحط نقطة اقول بقى مثلا عايز اقول لعمر التاعي اقول لك انا اذهب au lycée ده انا بروحي الليسي مثلا يعني المدرس السنوي عشان بعدي اقول عمري جي انا عمري ساز ان مشانا يعني انا كتبع لك جي ساز ان عندي 17 سنة طيب كولور بريفري اجا اقول كده ما كولور ما كولور يعني لوني ما كولور بريفري اللي هو لوني المفضل ها واقوم عاملة كده ذرجل واقول السي ايه هو مثلا هنقول لغوج سي لغوج اللون الاحمر ماشي طيب ده كده امتحان ودينا حلينا الامتحان بطريقة نموذجية جدا وبتفكير سحل وبسيط متصعبش الامور على نفسك ركز وانت بتحل تقرأ القطعة مرتين او ثلاثة عشان تفهم وتستوعب كويس بعد كده نحل الاسئلة خلاص اشوفكم بقى في الامتحان الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة